جوان ومشاركة زيادة من 200 عدى قدم من مختلف ولايات الوطن نظم ندي سيرايدي للمغامرات الدورة الثانية من سباق الجر الذي احتضرتها جبال إيدوغ ببلدية سيرايدي على مسافة 18 كم وسط الغابات والأدغال التي تتميز بها المنطقة حيث كانت فرصة لإعادة بعث الرياض الجبلية في ولاية عنابة من جهة وتدعم السياحة الداخلية من جهة أخرى هذا وعبر المشاركون عن ارتياحهم للمشاركة في هذا السباق الذي أتح لهم فرصة الاحتكاك فيما بينهم بالرغم صعوبة المنافسة التي أجريت في مضمار يتميز بتضاريص صعبة لكن لم تمنعهم من الاستمتاع بمناظر الطبيعة الساحرة التي اهتمت بها المنطقة نحن نحن نعملو باش نديرو للمشاركة التوريزم هنا في سريدي ومن المنطقة من ورا يا صاحبي راهوا يجري ويسألوا ما شاء ما نظر معنى ما أقولوا فيهم ما نظرك الله كبيرا وانت ربي هنا التنظيم كان مليا نشكروا نظمين رغم تسمى السابطة اللي قلتها ورغم تسمى هذا الماراتون الثاني نشكرهم ونشكروا ليس أطلاق ثاني اللي جاءوا منه ومنه ثاني رغم الحرارة درجة الحرارة ولا خروجه وساموا في هذا الماراتون